النهاردة هوريكو ازاي نعمل تورتة شوكولاتة زي بتاعة المحلات بالزبط هنعمل تورتة تلات طبقات وهنعمل حشوة شوكولاتة كريمي وغنية جدا وكمان هوريكو طريقة التغليف والحشو وإيه الأدوات اللي احنا هنحتاجها وإيه البديل لها حتى لو انتم اول مرة تعملوا تورتة في البيت الطريقة دي هتنجح معاكم مية في المية ان شاء الله وانا متأكدة ان بعد الفيديو ده مش هتشتروها من برة تاني ابدا يلا نشوفي طريقة بس ممكن الاول تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة لو حابين تتابعوني وتشوفوا فيديهات اكتر اول حاجة هنبتدي بيها الكيك وعشان نعمل تورتة تلات طبقات هنحتاج اربع بيضات كباية ونص من الدقيق كباية من السكر نص كباية من الككاو الخامل غير محلة وكل ما كان الككاو جودته عالية كل ما دينا كيك طعمها حلو ده النوع اللي انا استخدمته بيبقى غامل وليه طعم حلو جدا لكن طبعا لو مش متاح يستخدموا اي نوع موجود عندكم هنحتاج كباية من الزبدة وده برضو النوع اللي انا استخدمته بيبقى مكتوب عليها زبدة غير مملحة كباية من اللبن الدافي معلقة كبيرة من البايكينج بودر معلقة صغيرة من البايكينج سودا نص معلقة صغيرة من البانيليا السيلة ورشة ملح هكتبلكوا كل المكونات بالتفصيل في صندوق الوصف بالكبيات والجرامات اول حاجة هنضرب الزبدة والسكر مع بعض ولازم الزبدة تكون طرية زي ما انتوا شايفين كده هنضربهم كويس لحد ما السكر يدوب ولونهم يفتح والخطوة دي مهمة جدا علشان الكيك تبقى هشة ومرتفع معنا دلوقتي هنضيف البيض واحدة واحدة يعني ننزل بالبيضة وتختفي ننزل باللي بعدها على فكرة احنا ممكن نعمل الكيك بالمضرب اليدوي او المضرب الكهربائي او حتى في الخلاط المهم ان احنا نمشي بالتفصيل وبالخطوات زي ما انا بعمل كده بالزبط خلصنا البيض كله الاربع بضات هنضيف الفانيليا السيلة وبعدين هضيف كوباية اللبن الدافي معلومة مهمة لو لقينا الخليط حبب او خرز معنا مفيش مشكلة خالص هنكمل ضرب وهنضيف المواد الجفة بمجرد ما نضربهم كلهم مع بعض هنلاقي عندنا خليط ناعم ونسيابي جدا اعطينا الضيق والكاكاو والبيكينج باودر والبيكينج سودا ورشة الملح وهننخلهم كويس جدا فوق المكونات السيلة اللي احنا ضربناه والخطوة دي مهمة جدا عشان ما يبقاش فيه اي تكتلات هندرب الخليط كله مع بعض لحد ما نتأكد ان هو ندمج تماما ونوقع في الميكسر وننزل الجوانب كده ونرجع نضرب تاني واخر حاجة هضيفها عندي معلقتين كبار من المياه السخنة هحط عليه معلقة صغيرة من النسكافي او القهوة سرعة الزوابان وده بيدي طعم حلو جدا للكيك وبيعزز نجهة الشوكولاتة اكتر نضربهم كويس لحد ما يندمجوا تماما وخلاص كده الخليط جاهز عندي تلات صواني مقاس عشرين وده بالنسبالي المقاس مناسب جدا لتورتة عيد ميلاد مثلا او تورتة شوكولاتة او اي تورتات يعني انا دايما بعمل مقاس ده هبيبقى طبقتين بس ممكن يعملها في مقاس اربعة وعشرين هندهينها اي مادة دهنية وعندي هنا ورقة زبدة هطبقها زي ما انتو شايفين كده وطبقها تاني وطبقها تالت مسلس وهقلب السنية بتاعتي وبحرف المسلس ده هقف عند نص السنية لحد اخر الكتر عشان اخد مقاس السنية بالزبط ودي اسهل طريقة عشان اقص ورقة الزبدة على مقاس السنية بالزبط خلاص كده انا خدت المقاس هفتح واقص بالمقاس وهده طلع معاية مزبوطة وسهلة جدا وهكرر نفس الموضوع للتلت ثواني هعدل السنية وهفرش فيها الورقة وده هيساعد ان الكيك تطلع معاية مصنية بسهولة جدا شايفين مفيش اسهل من كده هنوزع خليط الكيك على التلت ثواني وده من نسبالي طريقة سهلة جدا احسن معا من الكيك في سنية واحدة وبعد كده اخد وقت في تقطيعها انا تقريبا شغالة بالموضوع ده بقى لي اربع سنين دلوقت هنوزع كده الخليط في الكيك بالاسباتولة عشان يبقى متساوي لان هو بيبقى تقيل شوية ولازم اخباطها كويس زي ما انا بعمل كده بالزبط قبل ما دخلها الفرن ده هيخلي السطح مستوي وهيخلي اي فراغات تطلع من الخليط الخطوة اللي جاية دي بالنسبة للناس اللي عايزة تعمل الموضوع باحترافية اكتر ده حزان بينجيبه من اي محل مستلزمات حلويات بننزل عليه بمية دافية وبنسيبه من دقيقة للدقتين لحد ما يتشرب المية وبعد كده بنعصره بنلفه حوالين الصينية بتاعة الكيك والميزة انه هو بينفع لأي حجم لانه هو بيجبر وبيصغر على مقاس الصينية وده بيبقى مناسب جدا للناس اللي بتشتكي ان الكيك بتطلع مرتفعة من ناحية ونزلة من ناحية تانية كده هتطلع يعني متساوية بنسبة مية في المية هنحطه كده حوالين الكيك ونضيقه على قد الصينية بتاعتنا وهندخل الصينية على درجة حرارة مية وتمانين من عشرين لخمسة وعشرين دقيقة ده شكل الكيك بعد ما طلعت من الفرن شايفين قد ايه متساوية وطلع مزبوطة جدا وطرية هسيبها تهدى تماما لحد ما تبرد خالص وهقلبها معاكم وده شكل الكيك بعد ما قلبناها هشيل ورقة الزبدة شايفين السطحة عامل ازاي؟ شايفين قد ايه طرية وقد ايه طلعة مزبوطة ولونها حلوة جدا وهشة جدا ومش مجبوسة خالص هلفها ببلاستيك وهشيلها في التلاجة لمدة ساعتين وانا عادة بعملها قبلها بيوم ده بيخالي الكيك تفضل طرية ونعمة معاية متتفرولش وتبقى سهلة جدا في الشغل عشان نعمل حشوة الشوكولاتة عندي كوبايتين من حبيبات الشوكولاتة الصغيرة ميكس ما بين الشوكولاتة الغمأة وشوكولاتة باللمن استخدموا اي نوع شوكولاتة عندكم بس طعم الشوكولاتة هو اللي هيفرق فطعم الحشوة يعني نحاول نجيب نوع شوكولاتة جودته عالية عشان يدينا حشوة كريمي وطعمها حل هنحط معلقة صغيرة من الفانيليا السايلة ومعلقتين كبار من السكر وهننزل عليهم بكوبايتين كبار من كريمة الخفق السخنة نفسخنا على البوتجاز او في المايكروويف نقلب كل كويس لحد ما نتأكد ان الشوكولاتة دابت خالص والفانيليا هتديها نكهة وطعم حلو جدا ولو مش عندنا شوكولات شيبس ممكن نستخدم اي نوع شوكولاتة هنقطعها صغير ونعمل نفس الخطوات بالزبط هنقلب الخريط لحد ما نتأكد ان الشوكولاتة ساحت وكله بقى مندمج ودينا لون حلو كده وهنسيبه يرتاح وبعدين هدخله التلاجة لمدة ساعة وده شكله بعد ما طلعته شايفين ماسك ازاي وبقى عندي حشوة شوكولاتة مفيش اسهل ولا احلى من كده شايفين ماسكة نفسها ازاي؟ هتديها ضربة كده بالمضرب الكهربائي علشان ابتدي احشي بيها الكيك واغلفها كمان والكمية دي هتكفي كيك مقاسها 20 تلات طبقات والميزة في الحشوة دي انها بتبقى نكحة ومضمونة جدا خصوصا للناس المبادئين وعشان نحشي ونغلف الكيك بطريقة سهلة جدا هنجيب كيس حلواني فيه كياس البلاستيك دي بتبقى كمية كبيرة ومش غالية او ممكن استخدم الكيس الحلواني السيليكون ده بيفضل معانا على طول بيتغسل وبنرجع نستخدمه تانية عادي جدا قد ايه الخطوة دي بتوفر علينا وقت ومجهود كبير جدا هنحط كده الحشوة في الكيس بتاعتنا ونشتغل بيها وهنطلع الكيك بتاعتنا من التلاجة اللي احنا سبناها ترتاح ساعتين شايفين بتبقى الضرية ازاي؟ بتبقى سهلة جدا واحنا بنستخدمها وبتفضل مسكة نفسها وما بتتقطعش مني خالص هياخد شوية من الحشوة احطهم على ورقة الكيك ووزعهم ده اللي هيخلي الكيك تبقى ثابتة واشتغل فيها براحتي احط اقول طبقة انا مش محتاج ان انا اقشر او اشيل حروف او اشيل طبقة من فوق الكيك مستوية وزي الفل وهنشتغل بيها على طول وهوزع بقى الحشوة بالكيس الحلواني كده زي ما تشايفين والدنيا حواليا منظمة ونضيفة وما جيش في النص اي اس واسيب الكيك وحس ان هي طالله شكلها مش حلو وان انا بهدلت الدنيا وعملت موعين كتير وفي الاخر اسيبها واروح اشتري تورتا جازة لكن بالادوات البسيطة دي هيشجعني جدا ان انا اي مناسبة جاية خلاص انا عارف انا هعمل ايه وهشتغل ازاي وهتبقى هتطلع حلوة ومزبوطة واحلى من اللي بجيبها من بره كمان هنكرر نفس الموضوع ونحط كده الطبقات فوق بعض ونحاول نسبتها كويس شايفين الكيك طارية معي ازاي عشان سيبتها ترتاح خالص وهتطلع كلها متساوية واخد مقاس واحد وشب حلوة قوي وهكرر الموضوع تاني هنمشي برضو بالحشوة على الطبقة التانية ونساوي والميزة بقى ان الحشوة بتطلع متساوية في كل الطبقات يعني بتبقى كلها مقاس واحد نساوي بقى الحروف ونساوي الجناب وهوريكم شكلها بعد ما تخلص هحط اخر طبقة على ظهرها مش على الوش بتاعها طبعا هي مستوية وشكلها حلو جدا بس برضو اللي تحت ده بيبقى متساوي اكتر خصوصا لما نغلف الكيك في الاخر ده هيساعدنا ان احنا ما نبقاش بنتعب قوي واحنا بتساويها وكده عندي طلت طبقات من الكيك كلهم مقاس بعض والحشوة برضو طالعة مظبوطة جدا لان احنا موزعينها بتساوي مفيش حتة رفيعة وحتة صغيرة وحتة طالعة وحتة نزلة مظبوطة جدا هنغلفها بقى بباقي الحشوة بتاعتنا من تحت كده مش هننزل تحت قوي يعني هنسيب صانتي كده ونبتدي نشتغل ونطلع لحد فوق بالراحة وبنلف لحد ما نوصل للاخر دلوقتي هنساوي الجوانب الكيك سكريبر وده موجود في اي محل حلويات اه يعني وهوريك وكم حاجة كده نستخدمها بداله لو مش موجودة عندنا هنلف حوالين الكيك كده ونساوي ونرجع نلف تاني ونملى اي فراغات والافضل اننا نغلف الكيك كلها وندخلها تلاجة لمدة ساعة كده هتتساوي معنا اسرع وتبقى اسهل معنا في الشغل وتدينا نتيجة ممكن نستخدم مصطرة دي مصطرة انا باستخدمها للمطبخ بتبقى نظيفة ومخصولة ممكن نستخدم كارد قديم مش محتاجينه وده احلى واسهل واخفى حاجة وطبعا موجودة عندنا كلنا وقد ايه بيساوي فعلا الكيك وبيخليها حلوة قوي هبتدي بقى اغلف الكيك من فوق بمشي برضو من برا الجوة كده زي ما انتوا شايفين ووزع الكريمة كويس وامل الكيس وارجع لفتين واساوي وحاول ان انا منزلش على الجناب بس من فوق هعيد عليها بالكارد كده واساوي لحد ما حس ان هي خلاص باخدت شكل حلوة دخلها التلاجة مش هقل من ساعتين هتجمد وهتبقى احسن معي ولما طلعها عيدة عليها هتدي شكل احلى ده شكلها بعد ما طلعناها من التلاجة انا شايف ان هي مناسبة ومتساوية جدا انا عندي ده بيدي شكل كده للجناب طبعا هي مش محتاجة بس انا بديكم افكار اللي حابب يعمل كده ممكن نعملها كمان بالشوكة برضو ونطلع من تحت الفوق هتدينا نتيجة حلو هسبتو في النص وهامشي برضو للكيك خلي بالكو ان هي ساعة فبتبقى جمدة شوية في الاول هفضل مسبتة ايدي ولف لحد ما يديني الشكل اللي انا عوزيه اللي مش حابب يعمل الخطوة دي ممكن نغلفها ببسكوت مطحون او مكسرات مطحونة وارده هيبقى شكلها حلو خلاص كده جاهزة انا هنضف حواليها وهبتدي بقى ازينها هعمل وردات صغيرة كده تحت وبنفس الامع هعمل وردات كبيرة فوق هعمل واحدة وقصادها الناحية التانية واحدة عشان يطلع كلهم شكل واحد ويدي التانية والناحية التانية هعمل زيها بالزبط هحطت شكلة شبسة على الوردات كده من فوق بتدي شكل حلو قوي وبعدين هعمل وردات صغيرة ما بين كل واحدة طريقة التانية دي يا جماعة بترجع لكل واحد وزوقه يعني اعملوا اللي انتوا راضين عنه واللي انتوا بتحبوا شكله اكتر انا حسيت ان في حاجة نقصة في النص فجبت بار شوكولاتة عندي كده والبتاع اللي احنا بنقشر بيها البطاطس دي عادت اجرب اطلع منها اشكالي يعني اللي بتطلع بقى مشارشرة واللي بتطلع سادة ممكن نغلف بالشوكولاتة دي الكيك كلها هندخلها الفريزر بعد ما تخلص لمدة دقيقتين بس تمسك نفسها انا عملت اشكال كتير وقعدت اجرب كل واحدة شوية وده شكلها بعد ما خلصت بتبقى فيه مدورة صغير فيه طويلة هحط كده على الكيك من فوق ودي برضه بتبقى فكرة بسيطة للي ما عندوش ادوات وحابة بيغلف الكيك او يديها شكل حلو وكده تورتة الشوكولاتة خلاص جاهزة عندنا انا حاولت في الفيديو ده على قد ما اقدر اوصل لكم كل المعلومات واللي عندو اي اسئلة يكتبلي في الكومنس وانا هرد عليكم اتمنى انتم تجربوها وتقولولي رأيكم حقيقي الكيك دي تستحق التجربة تورتة حلوة جدا وغنية جدا وطعمها زي اللي بنجيبها من بره واحلى كمان وانا واثقة انكم لو عملتوها مرة في البيت مش هتشتروها تاني من بره ابدا انا دلوقتي هقطعها معيكم عشان وريكم شكلها من جوا بيبقى عامل ازاي شايفين الطبقات والحشوة شايفين قد ايه مسكة نفسها وقد ايه لونها حلو اتمنى من كل حد شاف الفيديو وعجبوا او استفاد منه باي معلومة ان هو يعمل لايك وشير عشان يوصل لأكبر عدد ممكن استنوني في تورتة جديدة وفيديو جديد وشكرا جدا لمشاهدتكم ومع السلام